وينضم إلينا إذن من بغداد مرسلنا محمد فاضل محمد تعديل وزاري حسب الرئيس برهم صالح هذا يعني يبعد أو يؤشر لأنه دكتور عادل عبد المهدي سيبقى على رأس الحكومة لكن تعديل وزاري مرتقب بأي الوزارات يعني هل عرفت أي الحقائب ستغير؟ نعم أولا هي دعوة لتعديل وزاري من قبل رئاسة الجمهورية وليس قرار وبالتالي يعني بقاء سيد عادل عبد المهدي ضمن الحكومة الحالية وعلى رئيس الحكومة الحالية أصبح مطلبا لجميع الكتل السياسية متفق عليه من قبل هذه الكتل السياسية أما التعديل الوزاري فهو من ضمن الخطة التي طرحتها قبل فترة رئاسة الوزراء وأيضا مجلس النواب العراقي التعديل الوزاري قد يطال وزارة الاتصالات وزارة الكهرباء وزارة الري وربما وزارة الزراعة وبالتالي هذه التعديلات ستأتي تكميلا للجراءات التي اتخذها مجلس النواب سابقا طبعا هذا إن لم يضع سيد عادل عبد المهدي بعض الأسماء الأخرى في تعديلها الوزاري لسيما وأنه يسعى لإنشاء منظومة تكنقراط كاملة من خلال هذه الوزارة عموما تلك التعديلات جاءت بعد حزمة إصلاحات كبيرة أطلقتها الحكومة العراقية هذه الإصلاحات يبدو أنها أرضت الشارع العراقي وبالتالي الهدوء هو الآن سيد الموقف الحياة عادت إلى طبيعتها جميع الطرق مفتوحة مع عودة الهدوء إلى الشارع هل عادت خدمات الإنترنت إلى طبيعتها أيضا؟ جميع الخدمات عادت ما عاد خدمة الإنترنت التي تأتي وتنقطع وذلك طبعا بحسب تسريبات من المسؤولين بأن هناك زيارة مرتقبة ستحدث خلال أيام قليلة زيارة دينية وبالتالي قطر الإنترنت هو حالة طبيعية قد تحدث عند فترة الامتحانات الوزارية أو حتى فترة هذه الزيارات الدينية هكذا هي التبريرات لكن جميع الخدمات الأخرى موجودة الطرق مفتوحة الجيش انسحب بالكامل من داخل المدن أيضا القوات الأمنية خففت من تعزيزاتها في المناطق التي كانت توجد فيها تظاهرات الجسور أيضا فتحت المنطقة الخضراء مفتوحة كل الأمور عادت إلى طبيعتها لا يوجد أي مظاهر من مظاهر التظاهر حتى اليوم كان هناك تجمع وشبه تظاهر قرب جامعة بغدال لبعض الطلبة طبعا احتجاجا على بعض الأمور الدراسية القوات الأمنية أمنت تلك التظاهرة بشكل جيد لم يسبق له أن أمنا من قبل هذه القوات خلال الأسبوع الماضي وبالتالي الحياة عادت إلى طبيعتها ما ينقص العراقيين اليوم هو خدمة الأنترنت وقوة خدمة الأنترنت حتى هذا الأمر الآن هو مطروح لدى رئاسة الوزراء ولدى البرلمان العراقي أيضا مسألة مهمة يعني موضوع إلغاء مكاتب المفتوشين العموميين كان له الأثر كبير داخل الحكومة العراقية هناك وضائف جديدة ستطلق هناك حزمة من الإصلاحات الثالثة بحسب المعلومات المسربة لدينا ستطلق ستشمل الفاسدين في الدولة وكان مطلب قديم أصلا من المدرأ أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات في الحزمة الثالثة سكرا محمد فاضل مراسلنا من بغداد